إذا أردت أن تتدبر القرآن وتفهمه فهما صحيحا فعليك بدراسة مفاتيحه ومنها علوم القرآن ومن أفضل ما صنف في ذلك كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي وسبب تأليفه للكتاب أنه اطلع على كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم لجلال الدين البلقيني وكتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي فعقد العزم على تأليف كتاب في نفس المجال ولكنه أشمل منهما وأحسن ترتيبا وأكثر فوائد اجتمل الإتقان على ثمانين بابا كل باب منها يصلح أن يكون تصنيفا مستقلا منها معرفة المكي والمدني وأسباب النزول والوقف والابتداء وآداب تلاوته ومعرفة غريبه وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه وغير ذلك من الأبواب النافعة ومنهج السيوطي في الإتقان أنه يذكر رقم النوع وموضوعه ويذكر من أفرده بالتأليف واسم كتابه ثم إن كان للسيوطي نفسه كتاب في الموضوع ذكره وفي أثناء حديثه عن النوع يذكر الفائدة من معرفته كقوله في معرفة إعرابه ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى لأن الإعراب يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين ويذكر مسائل النوع وفروعه على حسب ما يراه مستشهدا بالقرآن الكريم أو الحديث ذاكرا أقوال العلماء وقد يلخص بعض أنواع علوم القرآن من كتبه الأخرى وقد يلخصها من كتب غيره من العلماء والسيوطي كثير النقل عن غيره لكن شخصيته العلمية كانت حاضرة فهو لا يكتفي بالنقل المجرد بل يحلل ويزيده بيانا وإضاحا ويستشهد السيوطي بالأحاديث وأحيانا يحكم عليها تصحيحا وتضعيفا ويستشهد بالشعر العربي كعادة المفسرين فاجعل دراسة كتاب الإتقان وسيلة عملية لتدبر القرآن ليكون نبراسا لك في حياتك قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب